وزن المولود برضو وقت الولادة بيكون يعني زي ما قلتلكم مرتبط بعدد أسابيع الحمل طيب أنا طالما جبت السيرة طيب ما أقولها عشان برضو إيه كتير من الأمهات تلاقيهم في حد يولد يقولك أنا ولدت في أول التاسع فكان كام حمل يعني الحمل بتاعك قديه تقوله مثلا تقولك كنا لسه في الأسبوع الـ 36 أو فيه ناس تقولك أنا ولدت في الأسبوع الـ 38 أو فيه ناس تقولك أنا ولدت بدري مش عارفين مصطلح اللي يقولك ده الطفل ده ابن سبعة ابن سبعة يعني يعني تقوله أنا سبعة طيب ما دي مناسبة حلوة طالما أنا جبت السيرة مناسبة حلوة إن أنا عرف حضراتكم على وزن المولود بحسب عدد أسابيع الحمل إيه رأيكم في الحكاة دي؟ يلا بينا نكتب ونحفظ ونعمل كل حاجة لو كانت فترة الحمل الـ 28 أسبوع ودي فترة حمل قصيرة يعني مش بتكون فيها قلق كبير على المولود لو فترة الحمل كانت 28 أسبوع يعني كان لازم يحصل الولادة عند 28 أسبوع أو حصلت بيكون وزن المولود المتوقع كيلو و300 جرام كيلو واحد و300 جرام ببصغير قوي تمام؟ لو فترة الحمل كانت 30 أسبوع بيكون وزن المولود سواء ولد أو بنت كيلو و600 جرام لو فترة الحمل 32 أسبوع بيكون وزن المولود كيلو و900 جرام لو فترة الحمل كانت 34 أسبوع بيكون وزن المولود 2 كيلو و400 جرام لو فترة الحمل أو رحلة الحمل كانت 36 أسبوع 36 أسبوع اللي هي بداية التاسعة بقى بيكون وزن المولود 2 كيلو و900 جرام يعني مقرب هو على الثلاثمية على الثلاثة كيلو أصدي 38 أسبوع اللي هو في نص التاسعة بيكون وزن المولود 3 كيلو و100 جرام أما المدة المثالية زي ما قلت لحضراتكم وهي 40 أسبوع فبيكون الوزن زي ما قلت لحضراتكم في بداية كلامي من هذه الحلقة بيكون الوزن من 3 كيلو و300 جرام إلى 3 كيلو ونصف أو 3 كيلو و500 جرام دي كانت أول نقطة في المواصفات القياسية لوزن المولود يعني أول حاجة تلاقوا حتى الأهل برة لما تتم عملية الولادة ويبتدي يخرج بقى التاقم الطبي تلاقوا ناس كده من العائلة الجدة العم الخالة يقولوا هك وزنه كويس بتطلع جملة تلقائية كده للوزن بتاع المولود وقت الولادة انعكاس لحاجات كتير قوي انعكاس لأنه هو في حالة إن شاء الله جيدة وفي حالة صحية كويسة ولو أنه هنعرف بعد كده بعد شوية إن شاء الله في الحلقة إن شاء الله هكلمكم عن موضوع بقى الحالة بقى بتاعة الطفل بتقيم إزاي طيب نكمل بقى باقي المواصفات خلصنا الوزن باقي المواصفات القياسية أو المثالية للمولود وقت الولادة بتكون إيه الطول الطول متوسط زي ما قلنا كده في الوزن من 3 كيلو و300 إلى 3 كيلو ونص متوسط الطول عند الولادة بيكون من 50 سنتي وتمانية ملي إلى خمسة يعني على فكرة 95% بـ 95% من الأطفال الموليد بيكون طولهم بيتراوح من 45 سنتي و7 ملي إلى 55 سنتي وتسعة ملي الرنج كبير لأن الطول زي ما اتفقنا من أكتر الحاجات الخاصة بالمولود اللي بتخطع لإيه للعوامل الوراثية فاهمين قصدي؟